بسم الله وعلى بركة الله نفتح مع بعض علبة الانر باد اكس ناين اللي لو فكروا زي اي تابلت عادي تبقى غلطان لان التابلت ده جاي مواصفات قوية جدا مقابل سعره اللي انت بش هتصدقه طبعا كل ده هنعرفه ولكن خلينا الاول نفتح مع بعض العلبة ونشوف محتوى اتها اول حاجة هتلاقيه في الكارتونة هتلاقي علبة سانوية موجودة فيها كافر وده والله ممتاز جدا ان الجاي التابلت معاك كافر عشان ما تقعدش تدور عليه الماتيريال بتاعته اه كويسة مش ه ولك افضل حاجة ولا نديقة ولكن الماتيريال بتاعت الكافر او الجراب ده موتة وسطة وكويسة جدا انا نعرف بيتركب ازاي وازاي بيتحول وخلونا نفتح علبة التابلت نفسه كده ونبص بص على محتويات العلبة اول حاجة اتلاقيها التابلت في كيس لطيفة جدا الحركة دي عجبتني واحترمتها امني الشركة بصراحة عشان تقدر تطلع منها التابلت بسهولة التابلت حجمه كبير حجم حداشر اه وخمسة من عشرة انش يعني حجمه كبير حداشر نص بوص على تابلت ده ممتاز جدا تقدر تعمل اللي انت عايزه على التاب بفضل بقى الالوان والكلام ده كله فيكون ممتع معاك وهنجرب ده شوية كده مع شحن قدرته كويسة معقولة مش وحشة لان قدرة الشحن هنا جاية اتنين وعشرين ووقت وده والله ممتاز على تابلت مع وصلة من نوع طايب ايت وطايب سي فانت هنا معاك تقريبا يعني شبه متكاملة لو كان فيه سماعة كانت بقيت متكاملة ما فيش سكرين على الجهاز ولكن خامل تصنيع يعني ممتازة جدا بصراحة انا دايما بقول لان افضل شركة سينية هي اواوي وانر بصفة عامة زي ما انت اخد بالك فيه ستة سيكس سبيكر سمعاك هنا في الجهاز ست مكبرات صوت في الجهاز وده حاجة عظيمة جدا هتاخد تجربة صوتية رهيبة ولكن في حاجة بسيطة دايقتني في تجربة صوتية هقولك عليها برضو والله تجربة الكاميرات يعني مقبولة بس على تابلت كويسة مش وحشة برضو الكاميرا الخلفية تجربة التصوير فيها طبعا مش الافضل انت عارف ان اي تابلت بيكون غير موجه للتصوير هي الكاميرا بس ان هي يعني تاخد معاك لقطات حاجة ضرورية بس والله على تابلت زي ما انت شايف انا شايف ان الكاميرا مش وحشة كويسة الشاشة هنا عندك جاي بحجم حداشر رصبوسة زي ما قلت لك معرفة الشريت محترم جدا سمارت ريزيليوشن التكنية دي عظيمة برضو لازم تفعلها لو جبت التابلت معرفة الشريت بيوصل لمية وعشرين هيرتز يعني دي كده مقتل لأي شركة تانية بتنافس في نفس الفئة السعرية دي التابلت اللي معانا الاندرويد جاي اندرويد سيرتين مع رام اربعة جيجا بايت مساحة تخزين مية تمانية وعشرين ومعاك اكسترنا الرام تلاتة جيجا بايت كمان انا معاك سبعة جيجا بايت رام مع سناب دراجون ستمية خمسة وتمان المعالج مقبول مش وحش تعالوا كده نجرب الصوت بتاع الجهاز على سبيني مثال نفتح القناة اللي لازيزة دي اللي انا عاملها في السر محدش عارف عنها حاجة ودي حاجة حصرية لكم لو عرفتوها فانا شايف ان تجربت الصوت من اول ما جربته مش وحشة ولكن على عكس ما توقعت انا توقعت ان بص السماعات هتخر مداني ولكن لقيت ان التاب اي ناين لو فكره من سامسونج بالرغم ان هو اربعة مكبرات صوت بس ولكن الصوته اعلى ولكن هنا المميز واللي عجبني هنا البيت والبيز الحاجات اللي هي خاصة بالادوات الموسيقية هنا اعظم بكتير من التاب اي ناين ولكن التاب اي ناين صوته كان اعلى من التاب لت ده ولكن ده ما يقل لشيء من التاب لت ده ومن العصمة بتاعته اسيبك شوية مع التجربة الصوتية ونقناع النقطة التانية اه بالمناسبة ستوع الجهاز ده عالي جدا هيكون ممتاز معاك في اي ظرف من ظروف اللي ده شيء لا اشعر بالتابلت هل الجهاز هيسخن معانا على الهي كواليتي ولا لأ وعلشان كده انا قررت ان نشيل الجهاز من الجراب طبعا هو انا اصلا من عشاء العاب السيارات ولذلك انا بعشاء لعبة اسفالت ناين والليابة الجرافيك بتاعها عالي جدا وفعلا تستحق ان انت تجرب عليها للجهزة مش لازم كل حاجة تجرب بابجي ومش عارفة فيه العاد تانية امتع من بابجي وبرضو الجرافيك بتاعها عالي ولينا كده في التعليقات لو انت من محبين العاب السيارات ومحترف لعبة اسفالت ناين فبرضو شركنا باقيك في التعليقات ولو حابب نخش الجولة سواء اونلاين انا مفيش اي مشكلة بالنسبة لي ويا سلام لو نعمل كده لان انا بحب العبها وبحب اللي بلعبها على المهم اثناء التجربة القصيارة دي لاحظت ان الجهاز بدأ يدفع واحنا عارفين سناف دراجون معالجاتها بتدفع نوعا ما فعلى كل الاداء الجهاز بصفة عامة يكون كويس جدا سعره حاليا عامل سبعة الاف جنيه بس وهسيب لك الرابط في ديسكريبشن ويا ريت الحاوة قبل مساعر يزيد اللي هو حوالي تقريبا ستمية وخمسين درهم اماراتي طبعا دي صفقة ممتازة جدا الجهاز مبادمش اختصتش طبقه فاهم واللي عايز نركز عليه في المراجعة للتفصيلية واشفك ان شاء الله في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة